شهر رمضان المبارك نتدنا عليه في السنوات الماضية نلتقي بمحدة وغايتنا العلم والمعرفة والثقافة وأن نتعلم أكثر من بعضنا البعض نترقب انضمامكم إلينا كل أسبوع لنجتمع كعائلة واحدة ونستمع إلى أبرز المحاضرين وهم يتحدثون عن أهم المواضيع والقضايا التي تهمنا ونعيشها اليوم وستتاح لكم فرصة الاستماع إلى تفاعل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان مع محاور المحاضرة حفاظا من سموه على التقاليد الخاصة بهذه المحاضرات الرمضانية يسرنا أن نرحب بكم مجددا في مجلس محمد بن زايد مرجونة Я مستحب стан Linkin المهاجل سمحمد بن زايد اليوم سأتProح، ل Today I am going to talk an important and vital topic Food Security Now what does food security mean food security is ensuring that all Natomiast reward in Jenny بها لطيفة زجاج سمجرات كافية قدمية كل مستوى امرجزة بل بمساء عرض الثالة للحياة في السجل لكاذا يسمع لكم الثالثيبات في المعالج نجارنا نجاو درشافة برن عندما لن niewرحل نجاونا 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 ونجاونا نجاونا الضالث لكذا الامر نجارنا نحن ثلاثي نحن ملحلنا نغطيقier و今 نجاونا نيضا الأمر الأسطور عن كثيرا ذلك النء يكون المحافظة Juice تخضرنا للخارج الجانب يأخذ النظام اكثر من جدد من الألعاب منه في المدى نحضة العالم في العام ها نحن في عام لم يتابع لغتاقل عن كل شيء المحافظة يريد أن ضمن الوحيد لكن لا يؤدي الآن أستطيع أتكلم أن نحص نحص بأن وهIA Nothing is from that our leadership have foresight and their DNA and have always seen that the subject of food security is extremely important and is a national priority for the country. We have also learnt from previous experiences that UAE has gone through previous crisis Just 10 years ago there was a price hike in the food commodities such as rice, corn and wheat والعيش إليه في هذا العمل ولكنه وفضل جدد المشكلة من هذا شيئا كذلك فقط أن الوصول على تقرير التلك الوصول على تقرير وفضل عرض نفس الوصول على التقرير وفي بعض التقرير عن التقرير من العامل نجاح تحديد ان تقرير على تقرير الأشياء وكذلك تناميز مملللللال عملية اصلاه هذه التحلالية بسببه 통ببع الجامعة للنكومنين قدموا جديد بالتعب في الجانب المالكتبه في الموضوع المالات والداخل التنفي من الأولى نحتجي من المشاكل نحوال جديد بالنكومن عن التدفق التعب كما تجلل المللللال المتحركات تحتوي على إستقياة الكثير من الوصول هذا يحاول أن نتمكن الوصول على المقالية ثالثا في المواسطة في السبب السبب السواج وليسقنا معك بخصوصنا على الشمار القاتل المطلوب والم أمن المزيدين والمزيدون سوى أنه يشارك المقابلة ولكن سمع agriculture يجب عليك أيضا سمع الأمام من الجامعة في منذ مباشرة لتعاق الاجتماعي المترجم ناحية البسطولة الحكومة المساعدة والمساعدة من جديد من مباشرة الآن تحديث تم باستخدام هناك تحديث تعرق 38 مدينة قرآم وإلا تحديث تحديث كم المباشرة today. But there's also food secure in a crisis and in the future too. So with this strategy, and one of these strategic directions is about ensuring that we are prepared for emergency and crisis. So over the last few years, we have been working on this file extensively. And in a way, going through this crisis is testing whether we have set up the robust systems. And it it has shown that this strategy has set the right foundation to be able to overcome this crisis so when the crisis hit a few weeks back we all experienced it we saw that planes suddenly were grounded and with that also disrupted the food supply to the UAE because as you can imagine a lot of perishable foods do come into the UAE through the passenger aircraft grandes تحياتنا. عندما نبعد استطاع هذه الفترة نظرنا فضلنا نظري لدى أن الضالة استطاع الأنبياء المسلح ونظرناس العمل، مناقضنا اجل في نهاية قطع، أما انتقل بأميراتيك. تقمي حول لفضل المекторات ومقالية التي تحتج المموضوع في المقبل الأميراتي. وهذا قطعب المنطقة لسيطر الوصف للتجاري delمطق السيطرة كما أعلن أن نقوم بالتعابة من هذا المجلس الموضوع أنا مرحبا للتعارضة و إضافة و饉وبة مع كل الأنذيين وضعنا كل الأهل الصدقات التي قمت بتكسيم معجب أن تكون هذه حالة أشخاصة افضل مع كل هذه المجالها بإمكان وقص وقت لاحة منار وهذا مهمتعد في هذه الوقت و ما فعلنا إجتماع كثير منظام援 ميقا بدأت العنال السلطقة لنظام الوظيفات و جعلت العنال الشهارات على المجتمع الكبير ما هي عليك ما مشكلة للمعروسة في ادعار الأيان. فلنبدأ المتابعة في المعروس لحليات الميزولة مكتب عندما يقولون كم الواجب للمعروسة المنطقة تؤديه. لرسل درسل طبق فيها بما كانت الاستثناء مع الموسيقى وصلنا في المنطقة التي تصبح الواجب للعبس إذنًا عموّة الأول مرحلة لكي先و نحن نظر لكي المستقبل معاً من المنزل التخلية التي ننتجه من المنزل ، إذا كان فيها المنزلح المنزل وكاذا نحنون الأسمع؟ هذا مرة إسرازه و 망دد أن نحن نحن أن نحن 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 Sims رمضان حتى نحن 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 مددئة لا نحن 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 من الوحيات يجب أن نحنzen cube بحظوه إلا هناك المتعال ربما يجب أن نعطى الأكتب لفضلاك المجلسات المعطروات واحدنا من التعامل مع الأجمال العزاء حيث وقت القيام عليه سيتم نبغي مجال بالتعامل من الدولة العربية قوة البحث وفضلات المتعاملات المحاجرية تشعر كلّاً القسمات التعامل وجعل جدك أن أجل الشاشة وطلع الأمر يمكنه أن تكون موقفين وعند المتابع بحالة للتعامل تحقيق المطلوب والمتحين وضعوا محلقة محلقة بين السنة. هذه قصتبات محلقة جزائعة ويجب أن تكون لنا مزيداً لأننا كنت ستوافق من ندارات التالية وضعوا محلقة جزائعة ويجب أن يكونوا محلقة جزائعة وأيضاً، أنني أتفع المماركة للأميرات السياسية كما يجب على أيديه حمله وفاواته في هذا المساعدة. هذا يوم الأجوال بالنسبة لنفسنا بالنسبة لما يتحركوا في السيارات لنجزيز الوحيدة في المتحدة تجلس مجتمع للناس في هذه المدينة كما نظر أنه يمكن أن المناسب في المدينة وما نظر أنه مجتمعا في المدينة in sea freight and air freight as well. We took the necessary actions in communicating also with our national air freight carriers, with our seaports, and we basically devised alternative routes as well. And we shared all this information with our traders, so close communication with all the parties was key. Close communication with international organizations was also important, and also the communication with the people. It is essential that when you go through a crisis, you ensure that the public are aware of what's going on. So we encourage things like urging the public not to excessively buy too many food products. We encourage people to start eating healthier foods to build up their immune system. And we could see this. There was a sudden rise in the demand of oranges, for example, because everyone was looking for vitamin C. So in building your immunity, you're building the first line of defense basically and with that we were able to communicate with the public and of course not forgetting in past years, actually since the inception of the UAE We have really built strong partnerships and ties with other governments And this is also thankful to our leadership who have built and forged these partnerships وبعض من إيزال سن vontade أن تأتي في حين هذه الأشياء الأشياء المردية من تتركيز لحاجة المانتظ Reverse وفرأت هذه التحرجات نحن محمد بسهر ومن ثمن المدرب محجب أستطيع الأشياء تتضع هذه التحرجات لإمكانك تحليف لأنه الباب ليست لياسة في الدكتور وأنه لا قلت إلى مساق وأنه خسر لك للناس ومع ذلك هناك موجود محاجزين with the stakeholders not forgetting all the ministries that are involved in this ministry of economy ministry of climate change ministry of education ministry of health ministry of foreign affairs they are all involved in the whole sector of communicating and taking their part in the food security domain so going through this what we're actually seeing is and in any crisis what you have to ensure is that you're learning and you're you're taking these as new opportunities to build a more robust system to build more resilience so over the last weeks my team and I all our stakeholders have really the communication between us as much closer than that than before I mean we're all experiencing now virtual virtual meetings this was something we didn't do much of before but now talking to other ministers and other countries or international organization is just a phone call away basically through the screen and you're able to have a communication with them avoiding a lot of the costs of traveling to that country having accommodation there so this whole crisis is really helping us to look at these opportunities that we have to build on and the same goes here in the food security domain we have to encourage things like try to eat locally many people don't realize but the UAE actually grows a lot of food so my team and I have also with Dubai post we've put out a series of of videos to showcase some of the ag tech companies that we have in the UAE that are growing a lot of the foods locally and these foods are not only delicious because they're so fresh they're full of nutrients so we encourage the the public to buy locally and we're sort of marketing also the local market and really this is an opportunity also for local producers to grow more not forgetting that technology enabled local food production is extremely important and this this is something we emphasized even before the crisis the food security office has put in a lot of initiatives to try and drive ag tech in the UAE this is a golden time for all those who are using technology to grow their foods because it is sustainable it builds resilience and it's a robust system that we can work on and actually start growing more foods in the UAE and I'm also blessed and honored that I will be leading a team this was announced by the cabinet to actually develop this new ag tech sector for the UAE which will be vital for food security or enhancing our food security in the future as we all are learning day by day in any sector that we're in learning and understanding what's going on learning from a crisis like this understanding how important is to communicate how important it is for partnerships how important it is to not forget the human element that we all have to think about in this crisis I cannot stress more that we are so thankful for all our front liners the brave men and women who sacrificed their lives their times with their families to be out there and keep us safe and I'm not just talking about the nurses and the doctors and the police I'm talking about those who are in supermarkets as well those who are in the farm at the farmers level they are also front liners here ensuring that food is brought into the market so that the people can eat it and keep healthy and grow their immune system so that we can come out of this stronger and let's all think positive and help each other in this I know many of you are worried and concerned but I want to assure you we are doing everything we can to make sure that food is available for everyone in the UAE so with this feeling I want you to always think about what you can do at home to ensure that the family stays safe to ensure that the family stays healthy when you go to the supermarkets and you choose your foods try and buy the amounts that you need there is no reason to excessive buying of products second try and also look for local products they are more delicious they are more nutritious and we have an array of products now from the local producers and third always think about what you can do at home and reducing food loss and food waste I think it's a fantastic opportunity now that we are at home we're cooking more at home so try out some more healthier recipes and get the whole family to join in to reduce the amount of sugar you're eating reducing the amount of the bad fats that you're eating and the calories in general let's all put an effort into shifting to a more healthier diet also a question was often asked to me of how I was interested in this field and I think the interest comes from the background in my family I have farmers we've been brought up with respecting food and also ensuring not to waste a lot of food and my own passion and scuba diving and looking at the marine environment the fisheries starting my journey and understanding what aquaculture could mean for the country these are all little things that happened in my life that actually pushed me in the dirt in the direction I am now and I'm still learning every day more and more in this vital and important file also many people ask me what can we study or how can I pull in the youth into this sector I often say we have to always think about how we can bring the next generation into this this vital sector and I often talk about agri technologists I'm looking for agri technologists I'm not looking for farmers I'm looking for those who love food who love clean food and who love technology there is so much potential out there and in growing the ag tech in the UAE it is important to look at subjects such as biology genetics marine sciences these all feed into how you can become an agri technologist in the UAE also how do I envision the future of food security in the UAE our leadership have always said we are in a way nation designers and so being a nation designer myself I often envision what the UAE would look like in the future I envision towers where we have vertical farms I envision that farming is not something that happens outside the city but inside the city I envision a lot more women being involved in the food production sector I envision that in households we also produce some sort of some some food items which are perishable and that this becomes a family a family activity and the young ones are joining with us and things can be controlled on the iPad and when you go on holiday you reduce the water flow so that the plant grows less so technology will play a huge role so I envision these things and I often say what do we have in abundance in the UAE I call them the three essence we have the sun we have the sand and we have the sea so in future I hope that using those three elements of what we have we can actually grow our food and be also less dependent on supply chains from outside so what can you do at home now since we're all staying at home I myself have also the challenge of trying to persuade my own son he's 10 years old and he he doesn't like vegetables and fruits very much but I I try and encourage him to eat more and more now that I'm also at home with him and having meals with him more often it actually helps to try and educate him also about how important food is and in the light of what's happening here with the coronavirus how important it is for us to take care of ourselves this unprecedented challenge gave us the opportunity to acknowledge the power of vision and foresight as we have been preparing over the years in order to preserve our strategic supply of food for all the people of the UAE citizens and residents we were never in a better shape in terms of our readiness and responsiveness however we also acknowledge this moment has given us a treasure trove of learnings it is these moments that help us become the nation designers that we truly need for the future as-salamu alaykum is alaykum is alaykum alaykum على ما تفضلت به فهي نموذج مشرف للمرأة الإماراتية في دورها القيادي وفي الحقيقة اللي قدمتيه من رؤية وطنية شاملة حول الأمن الغذائي في دولة الإمارات مريم يدعو للفخر ويجعلنا نشعر بالأمان والطمأنينة والخير مو بالله أنا بس كلنا كلنا يمتسمع كلام من وزيرة تكلم بها الطريقة تحس بالطمأنينة كنا فخر بشبابنا بدون شك وبناتنا في مواقعهم المختلفة سواء الموجودين جدامي واللي في أماكن مختلفة اللي يعملون ويبادرون ويخططون ويبذلون الجهود وينجزون الأعمال من وراء الكواليس من أجل تأمين جميع متطلبات الغذاء دون تأخير أو نقص فشكراً وشكر خاص لهم جميعاً من خلالك يا سعة الوزيرة مريم ومن خلالكم يا شباب الأمن الغذائي طبعاً منظومة متكاملة لا تتعلق بإنتاج الغذاء فقط مثل ما قلت يا سعة الوزيرة وأنما بثقافة التعامل معه ولذلك فأن ثقافة ترشيد الاستهلاك وأنا أريد أقول ترشيد الاستهلاك وعدم الإصراف لأننا نحن عندنا عادة الإصراف هذه من ضمن العادات اللي عندنا الحقيقة اللي ينبه شوية نشد عليها الهزام إذا كان الإصراف اللي عمل الخير فهو مبروك ونحن نبارك ولكن الإصراف بس لأنك تصرف عشان تراوي الناس حرام جزء أساسي من الاستراتيجية الأمن الغذائي هذا لمواردنا الطبيعية بمختلف أنواعها طبعا من مياه ومصادر غذاء وطاقة وغيرها نحن نتحدث عن ترشيد الاستهلاك وعدم الإصراف أريد أولا أن أشكرك على الجهود اللي تبذلونها في سبيل التثقيف لأن أيضا مثل ما تعرفون أخواني أخواتي هي ثقافة الثقافة هذه موروث الموروث صعب تركه إلا إذا هناك تحديات نحن نبقى نشوف الموروث اللي ما ينفعنا وما يكون من عادات حتى إسلامية يجب أن نحن نتركه الموروث يحتاج عمل سواء في البيت أو في المدارس أو من خلال الإعلام أو حتى من خلال منابر التوجيه بشكل عام وترى مواطنين وسكان الإمارات يستقبلون الكلمة بسرعة ويتعلمونها وممكن أن نسوقها وتوصل لحلنا في الإمارات وبينشوف الفرق وبسرعة يعني أراهنا أن الفرق بيطلع بسرعة عندنا سعادة الوزيرة نريد أن نعرف منك أكثر خاصة فيما يتعلق بالأكل الصحي وكيف يمكننا إقناع بعض الناس بعض الناس بهذا الأمر اللي هو صحي لهم بالدرجة الأولى السلام عليكم طويل العمر ومبروك عليكم الشهر بداية أود أن أشكركم لوقتكم حضورك سيدي يعكس حرصك الدائم لمتابعة كل احتياجات المواطنين والمقيمين على أرض الدولة عطيتنا يا طويل العمر فرصة أن نخبرك وفريق العمل في ملف الأمر الغذائي بكل الجهود اللي يبذلها الفريق لتأمين الغذاء اليوم معانا مجموعة بسيطة من الجنود المجهولين اللي يعملون بصمت وبإجتهاد على مراقبة سلسلة إمداد الغذاء ويعملون يوميا على معالجة التحديات التي تواجهنا وفي غيرهم الكثير اللي التمسنا فيهم حب العطاء والرغبة في خدمة الوطن بالنسبة للوضع الحالي نؤكد أن بفضل توجيهات سموكم والدعم المستمر فإن الوضع الحالي للأمر الغذائي الوطني بخير وفي وضع مستقر دولة الإمارات آمنة غذائيا وكما فضلت لدينا استراتيجية وطنية للأمر الغذائي اللي أطلقناها قبل عامين وهذا استراتيجية بنيت على خمس توجهات استراتيجي من ضمن التوجهات السراتيجية عندنا أيضاً كيف نقدر نتحسن نمط التغذية عند الناس وهذا طبعاً شيء مهم جداً أن نحن نشارك المجتمع في منظومة الأمن الغذائي لأن لهم دور فعال من خلال توجيههم لاتباع إنماط غذائية مناسبة والحد من هدر الغذاء وزيادة وعيهم بسلوكيات الشراء الصحيح لازم نعمل عشان نوعيهم أكثر على هذا الأشياء مشكورة سعادة الوزيرة ممكن أسأل سؤال شيء بسرعة السؤال هذا يختص في التقنية الحديثة والبحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا في ما يخص بالزراعة ولكن ليست أي زراعة مريم ولكن الزراعة المحلية يعني كيف يمكن أن يساهم في تحقيق الاستدامة للأمن الغذائي في دولة الإمارات بالطريقة الحديثة طويل عمر تنمية القطاع الزراعي هي مسيرة بدأها أبونا الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه وهي جهود مستمرة خلال السنوات الماضية ولقد حقق القطاع الزراعي قفزات كبيرة ونوعية خلال الخمسين سنة الماضية والآن نعمل لتطوير التكنولوجيا الزراعية الحديثة والأبحاث العلمية والابتكارات وفقاً لبيئة الدولة لخلق قطاع زراعي مستدام ممكن بالتكنولوجيا يراعي البيئة ويحافظ على المياه ويعزز اكتفاؤنا الذاتي وتوجد اليوم كثير من قصص النجاح مثل استزراع أسماك السالمم والهامور بكميات تجارية وزراعة الخضروات على مدار السنة باستخدام تقنيات مثل الهيدروبونيكس الايروبونيكس الاكوابونيكس فإن دولة الإمارات اتخذت من تبني التكنولوجيا سبيلها لتطوير هذا القطاع الحيوي وسنعمل طويل العمر على زيادة مساهمته في تعزيز الأمن الغذاء الوطني وحب أن أخبر الجمهور أن أي شخص حاب أنه يدخل في هذا المجال وما عنده خلفية فنحن جاهزين أن نؤهلهم ونبني قدراتهم ومهارتهم ليصبحوا مختصين في التقنيات الزراعية عشان يصبحون أغري تكنولوجيست الله يزيدك خير يا مريم هذا شيء يفرح مرة ثانية حد عنده أسألة بوزايد بتسأل سؤالك ما مدى تعاونكم وتواصلكم معاهم وتنسيقكم في الخطاط الموضوع لكم وما هي احتياجات الدولة من المنتجات الزراعية طويل عمر نعم التعاون ويجمعية المزارعين جيد جدا ونحن تعاملنا ويهيئة أبوظبي للزراعة والسلام الغذائية على عمل لتحفيز الإنتاج المحلي وربط المنتجين مع منافذ البيع وتوفير عقود توريد الأغذية للمنتجات المحلية وهذا طبعا خلال الأزمة أو خلال المرحلة الحالية كان خطوة مهمة جدا أن هذا يعني فرصة ذهبية للقطاع الإنتاج المحلي عشان نقدر نوفر الإنتاج المحلي في أسواق الدولة أي سؤال ثاني أخواني نعم طويل عمر لو تسمح لمعالي الوزيرة ما هو تصور معاليكم لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ شكرا شكرا ساعتك وجود مخزون استراتيجي لدولة الإمارات هو أمر حيوي وبالغ الأهمية لتعزيز قدراتنا على مواجهة أي نقص في إمدادات الغذاء أو ارتفاع في الأسعار ويعتبر المخزون الاستراتيجي من الأغذية العامود الفقري وخط الدفاع الأساسي لمواجهة الأزمات الغذائية ويعزز من منظومة الأمن الغذائي الوطني المخزون استراتيجي للسلع الغذائية مكون من جزئين الأول المخزون استراتيجي المملوك للحكومة والثاني المخزون استراتيجي ضمن سلسلة الإمداد وتم مؤخرا اعتماد قانون لتنظيم المخزون استراتيجي للسلع الغذائية في الدولة وهو خطوة مهمة لتعزيز الأمن الغذائي المستدام في الدولة ويعزز كفاءتنا وجاهزيتنا لمواجهة أي حالة طارئة حاليا أو في المستقبل طول أمر إذا تسمح لي عندي تعليق بسيط تفضل بوزايد طول أمر تم التنسيق ويهيئة بوظبي للأغذية في الفترة الماضية بإجبار قانونيا المحلات والجمعيات والسوفر ماركت بعمل ساكشن خاص للمنتج المحلي وبالتالي بيكون عند المواطنين طول أمر والمنتجين اللي في دولة الإمارات مكان يقدرون يسوقونه بدل ما يعتمدون على المسوق ييهم اليوم ييهم باشر ييهم بعد سبوع ولما ييهم فبيكون عندهم دائما الإمكانية أنهم يسوقون ويعرضون بضاعتهم بشكل مباشر في المحلات اللي موجودة في الدولة ممتاز أخو منصور أي شيء طال أمرك يسهل ويوفر ويشجع ويأمن نحن نشجع تول أمر دعمك ومتابعتك هو اللي بيعطينا الحافز ويعطي كل المسؤولين والمقيمين والمواطنين أيضا للاستمرارية في العمل هذا أريد أن أؤكد لكلام سموه أنه يعني في العشر السنوات المقبلة سنركز بشكل رئيسي على محورين سنعمل على تعزيز الإنتاج المحلي الممكن بالتكنولوجيا الحديثة وأيضا سنعمل على تعزيز الصناعات الغذائية بشكل وثيق في مختلف الجهات المعنية دولة الإمارات طويل العمر مركز عالمي لتجارة الغذاء وخلال السنوات القادمة نسعى لنكون مركز عالمي لصناعات الغذائية فالأشياء مثل أن يكون عندنا ماركت أكسس ومكان للإنتاج المحلي مهم جدا في الأسواق طويل العمر بما أن الغذاء والتعليم من أهم أولويات الدولة سؤالي لمعالي الوزيرة كيف يمكن للبحث العلمي المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي؟ مشكورة طريفة البحث العلمي ركيزة أساسية لتطوير جميع الصناعات وله دور أساسي في ملف الأمن الغذائي لإيجاد الحلول خصوصا في إنتاج الغذاء وجميع سلسلة إمداد الغذاء حيث تعمل الأبحاث على التطوير الجيني للبذور والنباتات وتحسين جودة وإنتاجية المحاصيل الزراعية بأنواعها وتحسين الحصاد والتخزين والنقل وغيرها في إيطاب تعزيز الأمن الغذائي كثير من تجارب الدول مبنية على العلم مثال واضح هي تجربة جمهورية البرازيل رفعت إنتاجية زيت السويا بـ 40% بدون زيادة مساحة الإنتاج وإنما من خلال البحوث المتعلقة بالتطوير الجيني للمحاصيل نحن في دولة الإمارات لدينا مراكز علمية رائدة ومنها مركز خليفة للهندسة الوراثية ومركز الدولي للزراع الملحية وسنعمل على التطوير وإنشاء المزيد من مراكز الأبحاث الخاصة بالغذاء في الفترة القادمة حد عنده تعليق؟ نعم طويل عمر لو تسمح لي بس في سؤال تفضلوا بي كيف نقدر نتبنى التكنولوجيا في الزراعة الحديثة في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي في دولة الإمارات وباليخص في الثروة السبكية؟ مثل ما قلت أننا نحن حاليا نطور التكنولوجيا الزراعية الحديثة وهذا طبعا يضم استزراع الأحياء المائية لخلق قطاع زراعي مستدام ومكن بالتكنولوجيا وتوجد اليوم طبعا كثير من القصص النجاح مثل ما تفضلت استزراع السلمون والهامور والربيان والمحار أيضا فلذلك لدينا إمكانية عظيمة لتطوير هذا القطاع الحيوي وسنعمل من ضمن خطتنا في الفترة القادمة لدعم هذه الشركات الوطنية لتسهم بشكل فعال في إثراء ملف الأمن الغذائي في الدولة وطبعا نحن نعرف أن الأسماك فيها قيمة عالية بخصوص الفروتينات فمهم جدا أن نطور الإنتاج المحلي وعندنا القدرات طويلة أريد أقول أن نحن محظوظين بالكفاءات الموجودة التي تعمل في هذا المجال وقبل أن أختم حديثي أريد تأكيد على أن رغم التحديات التي يواجهها العالم أجمع ونحن جزء منه فأن سلسلة الإمداد الغذائي في دولة الإمارات خلال هذه الظروف لن ولم تتأثر سواء من الإنتاج المحلي أو من المخزون أو عبر الإستيراد نطمن هنا الجميع مثل ما طمنت سعة الوزيرة اليوم على عملية توفير الغذاء مستدامة وهي أولوية قصوى بالنسبة لنا أوجه التحية والشكر والتقدير إلى فريق عملك أنت بالذاتهم وأنا بهذه المناسبة أوجه رسالة شكر إلى أخي وصديقي وتاج راسي الشيخ محمد براش لسبب بسيط جدا وهو موهبته وقدرته على اختيار الكوادر المميزة لقيادة دولة الإمارات في النهوض بهذه الدولة إلى مستوى مشرف وفترة كورونا كان امتحان وأنا أريد أكد جدام الآخرين كان امتحان لكم أنتم بالذات خاصة في موضوع الغذاء لو ما كنت في هذا الوضع الذي أنتم خططته ووصلت إلى هذه القاعدة إلى هذا المستوى إلى هذا التجهيز ما في شك أن هناك نقص في بعض الأشياء لكن هذا يعني أنت تطعم دولة أمة من حوالي عشر مليون بني آدم ما تغير عليهم حال في بعض الدول تأثرت الله يعينهم ويوفقهم نحزن ولهذا السبب شفتوا بلادكم الإمارات كيف فزعت بشكل أسبوعي هناك أكثر من عشر دول الإمارات تفزع لها وهذا واجبنا عموما واجبنا تجاه أخواننا حلفانا أصدقائنا لأن في بعض الدول وضعها صعب خليتوا بلادنا في هذا الوقت بسبب اجتهادكم بسبب خطتكم بسبب رؤيتكم الواضحة للمستقبل وللطوارئ خليتوا عملنا أسهل فهذا يخليني يأكد على أن الله يحفظه براشة يعطي الصحة والعافية كان قرارة في هذه الكوادر وفي أمثالك يا مريم صحيح مية في المية أريد أشكر أيضا مجلس الإمارات للأمن الغذائي والجهات والوزرات المعنية في هذا مثل الاقتصاد والتغيير المناخي والبيئة والتربية والتعليم والصحة والوقاية من المجتمع والخارجية والتعاون الدولي اللي هم قاموا بدورهم كفريق واحد مع الجميع خلال هذه الفترة الصعبة هذه الفترة الصعبة يكرم المرأة ويوهان بناء على حسابات الماضية حسبتها صح قدرتها صح لا بد أن يكون هناك بعض النواقص تتعدل هذه الأشياء البسيطة تتعدل تتركب الحفاظ على استدامة الأمن الغذائي في بلادنا الإمارات واجب وطني يعني لما نحن نتكلم ونحس بهذه الطمانينة نقولكم شكرا أقل شيء أقل كل ما نقولكم شكرا عليها الناس في الإمارات بدأت تحرير المناخي 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 المناخيはいقبال الناس غير مدى يحезن للرسطوران الناس غير مدى نيعني وهو شيئا مخصص للعربي الذي يحب هذا الأرض الأرض دولة الإمارات يجب أن يحب السرعة هذا الطريق سيضهر تظهر تكون الأشخاص للعرياض مفادر مغاية ما قررتنا الى أنظرة ستواهت أكبر عن قبل في مسألتنا من الغذائي والمزارات تراها موجودة في القرآن الكريم كلوا وشربوا ولا تسرفوا الزراعة شغلة جميلة جدا والمنتج اللي بيوصلكم وبتأكلوه انتم جاهز بياخد فترة طويلة من تعب والمتابعة بسبب ما يعتقدون من كل ما يعتقدون هذا يمكن أن يكون أحد من المكان في العالم لتحرير مجردات المنطقة الزراعة من الزراعة سمحان الله الكورونا ياب خير وشرع حق المنتج المحلي في دولة الإمارات ياب جميع الخير لأنهم يعلمون أنه مجردات ومجردات من المنحة المنحة الحكمة أنه كيف تحول من المحنة لمنحة تحولها لفرصة عمل الصعب أنه حينها يرجع المنتج المستورد للأسواق لأنه المجتمع شاف سمكنا شاف الكوالاتي مواله قادر التشغيلي اللي شغال في مناولة البضايا فهذه اللي متواجدين ومستمرين بالعمل على مدار الساعة شعور الصراحة بالفخر أن أنا أخدم بطني في هذه الأزمة العمل في مواني بوظبي نعتبر من الخط الأمامي لمنساندة التجارة العالمية اللي صار حاليا أنه تشعر أنه الموظف هذا أصبح عيلا وحدا مش مهم مين اللي يمناوه باليوم مش مهم انه مين بعمل بس المهم انه كيف يؤدي العمل هذا كيف انه فعلا يحرص على زملاءه في العمل نحن نرى بشكل مهم نرى بشكل مهم وفوضي اللي يأتي من الفارم والغنى والغنى وكل هذه الأشياء يكون مستخدمة لنا ونرى بشكل مهم ونظر أن هذا كان مجرم من التشغيل المتكبين التي ترى الأمامي أنا جدا فخور قدرنا أن نوصل الهدف اللي نحن كنا بانين المزرعة عشانه اللي هو فعلا كان الأمن الغذائي للدولة الإمارات وهذا فعلا صار والحمد لله سدين الإمارات كلها ونحن أثبتنا أنه قدرين نعمل هيدا الشي وأكيد بالمستقبل فينا نزيد المساحات ونزيد النوعية وندخل أصناف جديدة على الدولة نحن مش لازم ننتظر كورونا تيجي مشان والله نقول مزارعنا ومزارعيننا ما شاء الله شادين حيلهم مغطين كثير من احتياجات البلد في هالمواد لا خلونا نحن حتى إن شاء الله بعد ما نخلص من كورونا هذا الاهتمام اللي صاير بهالأشياء يستمر ما يوقف عبدا ما في بلد مثل دولة الإمارات يعني الإمارات تحيئ لك الطريق أنك تسوي أي شيء مستحيل دام عندنا هاي الحكومة وعندنا هاي البلاد ورانا لا تخافين أي شيء نقدر نوصلها مثل ما الله يرحمه الشيخ زايد قال البلد بلد الله والخير خير الله واللي يجينا حياها الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة